سلطات الموريتانية تقطع خدمة الانترنت عن الهواتف المحمول عاقب احتجاجات شهدت العاصمة وكشوط وبعض المدن بالداخل الموريتاني إذرى مقتل عمر جوب بمفوضية سبخة بولاية وكشوط الأربية يقول ذوه إن الشرطة ضالعة في قتله لم تصدر السلطات الموريتانية وشركات الاتصال أي بيان بشأن أسباب قضع الخدمة عن الهواتف ليست هذه المرات الأولى التي تلجأ فيها السلطات الموريتانية لقضع الانترنت عن الهواتف المحمولة إذ عرفت البلاد حوادث مماثلة فقد قطعت خدمة الانترنت في البلاد بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2019 بعد اندلاع احتجاجات وأعمال شعب كما قطعت خدمة الانترنت بشكل كامل لمدة أسبوع بعد عطل في الكابل البحري الذي يزود البلاد بالخدمة ابتداء من السابع والعشرين فبراير 2020 حيث جارفته سفينة النرويجية وقطعت خدمة الانترنت عقب حادثات السجن المدني التي أدت إلى فرار أربعة سجناء سلفيين واستمر لانقطاع إلى حين وابع حد لعملية الفرار بقتل ثلاثة منهم وأسر الرابع ودأبت السلطات الموريتانية منذ سنوات على قطع خدمة الانترنت خلال المسابقات الوطنية لمنع الغش وكثيراً معبر مواطنون عن استغرابهم لجوء السلطات لقطع الانترنت التي باتت بنسبة لهم أكثر من مشرد وسيلة لترفيه بل وسيلة فعلية للتواصل الاجتماعي ومصدر دخل لكثير ينضف هذا الاستغراب إلى تذمرهم أصلاً من ضعف الخدمة وعدم تغطيتها لمناطق من البلاد مما جعل بعض المناطق تعتمد على شبكات الهواتف العاملة في بلدان مجاورة وكان وزير تحول الرقم والابتكار وعصرانة الإدارة أكد أن قطاعه يهدف لرفع تغطية الانترنت في موريتانيا إلى 100% في أفوق العام القادم 2024 وذلك خلال مشاركته في جلسة عمل وزارية بمدى القشقر بحثت الاستراتيجيات وخرائط الطرق الوطنية للتحول الرقمي